اشتركوا في القناة في منزلة الذراع طبعا رح ينتقل لمنزلة النثرة في نفس موعد انتقال القمر لبرج السرطان منزلة الذراع من الان لغاية تقريبا قبل منتصف الليل بنصف ساعة بتوقيت جرينتش يعني للساعة 11 و 26 دقيقة بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الجمعة ومنزلة الذراع هي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء بعد الساعة 11 و 26 دقيقة بعد مساء اليوم الجمعة القمر رح ينتقل لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج طبعا القمر الان موعد بث الحلقة ساعة 2 بتوقيت جرينتش واحنا في فترة خلو مسار مستمر من الساعة 8 صباحا 28 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يظل المستمر لغاية الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم الجمعة على السبت هذا بيعني انه الفترة المذكورة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في زاوية انتهت تأثيراتها ولكن بقي عنا ثلاث زوايا موجودات الزاوية الاولى هي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا حكينا انها مستمرة لغاية يوم 14 اثنين اللي هو يوم انتقال عطارد دا برج الدلو طبعا بالنسبة لهذه الزاوية فيما انها زاوية ايجابية فهي بتزيد من حدة الذهن عنها والحدث والقدرة النقدية وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاز مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين المشتري وبين اورانوس وهي مستمرة لغاية يوم خمسة ثلاثة وهي زاوية بتعزز لدينا قوة الحدث خصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزواية البطيئة هي زاوية اقتران ممتزجة حكينا هاي الزاوية ممتزجة يعني انها خليط ما بين سعادة ونحوسة مع بعض وهي بين الزهرة وبين المريخ اللي شوي الها تأثيرات على المستوى العاطفي طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 17 ثلاثة ايجابيتها نبسوت جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن اكثر المتضررين هم المتزوجون اللي بتكون علاقاتهم مهزوزة او ضعيفة او العلاقات العاطفية الضعيفة لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبي طبعا القمر الساعة 11 و 26 دقيقة مساء يعني منتصف الليل بتوقيت جرينيتش القمر بكون انتقل واستقر في برج السرطان يعني بنتقل من الجوزاء للسرطان طبعا تأثيرات القمر لما بنتقل وبصير في برج السرطان انه في هاي الفترة بنشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان لنا ولا احبائنا من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن اشخاص ممكن هيك يظرفوا الدمع بعيد عن الاخرين وخصوصا وهو بيتذكر ذكريات قديمة ممكن صور تذكارية او رسائل او ذكريات بعلاقات قديمة او اشخاص مروا في حياتهم يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بهاي الفترة بنشعر بحافزة كبير لالتهام الكثير من الطعام شهيتنا بتكون مفتوحة وعلينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجها في هاي الفترة بوسعنا شراء او استئجار او استبدال او صيانة او تطوير شيء علاقة بالعقارات او مثلا زراعة شجيرة او الاهتمام بالحديقة الانتباه لاطفالنا قضاء وقت منتع بالبيت مناسبات او احتفالات عائلية بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم الجمعة طبعا في عنا زاويتين ولكن رح يتشكلوا في ساعات المساء عشان هيك معظم اليوم رح يكون القمر هو بشكل زوايا ضعيفة او زوايا منفصل ضعيفة وفي اوقات رح يكون محترك ما بشكل اي زوايا فعشان هيك الزوايا هاي كلها بتصير في ساعات المساء طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات تقريبا نقدر نحكي ما بعد الظهر اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبرضو بتلوح الفرصة لتحصيل على مكاسب مالية وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديث ايجابية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي تأثيراتها قرابة ساعات العصر بتبلش تأثيراتها لغاية ما بعد منتصف الليل اي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل اللي هي نفس الأعراض اللي كنا نحكيها في الحلقات الماضية اللي هي الكتفين الذراعين اليدين الجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية الرئة واصلات عصبية مهارات الاستشعار الحركة الشعيرات الدموية هاي كلها هي اللي بيكون فيها نقطة الضعف اللي ممكن انه نتأثر او نتأذى منها ونشعر ببعض الأعلان فيها من ساعات ما بعد منتصف الليل الأعضاء اللي بتصير اكثر حساسية للأيام القادمة برضو هي من بعد ساعات منتصف الليل اللي هي المعدة الكبد الصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق طبعا الجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر بما انه هاي الأعضاء اصبحت هي الأكثر حساسية فعشان هيك بتكون توفروا لها العناية الاضافية وبرضو اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي او الام في هذه المناطق يعني يفضل مراجعة الطبيب او اخذ بعض العلاجات او الاشياء اللي يعني تحافظ على انه هاي المناطق او هاي الاعضاء مثلا يكون مسيطر على آلامها لانه هي اكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء عمليات جراحية يوم السبت ما في اي مشاكل تذكر بالعكس القمر راح يكون سعيد خلال هذا اليوم اه هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة اه برضو ما زالت اللي هي عملية انه لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او ب اه اللي هي بمواد التجميل خصوصا الشعر الكثيف لما القمر يبلش بعملية ما بعد الاكتمال اللي هي للهبوط في هذه اللحظة منقول للفترة هي مناسب لهذه الامور اليوم يصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ايضا اللي عندهم تقصف او عندهم تساقط شعر او عندهم ضعف الشعر اليوم مناسب لمعالجتها بالنسبة لمطعم كورونا اليوم ما في اي مشاكل يعني يوم مناسب برضو لهذا الامر اللي بشعر ببعض الاعراض ممكن انه ياخد بندول او براستيمال حبتين كل ست ساعات اللي هو منعيار خمسمية او حب عيار الف على اساس انه يعني يحافظ كمسكن وخافظ للحرارة بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود في برج السرطان كله المسار القادم رح يكون يوم الاثنين اربعة اعش اثنين بيبدأ في تمام ساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وستة عشر دقيقة ما قبل الظهر لينتقل بعدها القمر لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد اثناشر يوم في تمام الساعة عشرة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بيصبح ثلاثة عشر يوم من نسبة الاضاءة خمسة وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاشر اثنين منتحس بنسبة امسة وعشرين في المية القمر في الجوزة وبدأ ينتقل السرطان طبعا رح يمكث في السرطان لغاية يوم اربعتاش اثنين سعيد بنسبة خمسة اثنين عطارد في الجدي حتى يوم اربعتاش اثنين سعيد بنسبة ثلاثين الآن ولكن مع ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 اليوم هو سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثاور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بيظل النشاط ويومور الها علاقة بالاتصالات والحوارات والسفريات القصيرة والتواصل مع أشخاص أو النقاش والإقناع ولكن أهم شيء أنه تنتبهوا أثناء قيادتهم للسيارات في الشوارع من رادار مخالفة عطل بالسيارة بالهاتف برضو بالإلكترونيات بتنتبهوا لهذه الأمور مع ساعات منتصف الليل وما بعد بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم الشيء أنه ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت وبدكوا تحاضروا الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك عشان هيك بدك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك والأعباء بتكون بهاي الفترة كثيرة والمسؤوليات برضو كثيرة وممكن أنه ما تجد وقت للراحة برج الثورة بضل الاهتمام بالأمور المالية تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا النطقات والمغامرات المالية ممكن لازم تنتبهوا بهذه الفترة من النصابين المحتالين لغاية ساعات منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل بتنجحوا في مجال السفر القصير والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك اليوم تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وتعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام بينك وبين مختلف الأشخاص اللي بتتعامل معهم بدون عصبية وانفعال ممكن تضطر لدفع مبلغ طارق من المال بيجي إما أنه مصاريف عائلية أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمقربين مع أهم إشي أنك تحاذر من إهمال بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تعاني منها نتيجة الإرهاق أو التعب برج الجوزة طبعا بيظل عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم ولكن الأهم برضو أنك تنتبه من ردات فعلك لأنه ممكن تكون مشوش في بعض النقاط الإدارية من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير تماما رح يصير الاهتمام بالأمور المالية فممكن أنه اليوم تعيدوا تنظيم ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي هباة، مساعدات، أموال مستردة أهم شيء تتجنبوا النفقات نظموا لقصات وما تسمحوا لها بالتراكم فكروا بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى الأمور السياسية واليوم رح يكون لك بعض اللقاءات الداعمة لإلك ولا عمالك برج السرطان طبعا الأيام اللي مضت كانت متعبة ومرهقة جدا لأن القمر كان موجود بالجوزاء في بيت المتاعب وبير رح تضل الأمور ضاغط عليكم لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة يبلش يخف تدريجيا كل ما اقتربنا لساعات منتصف الليل بعدين بتلاقوا الأجواء تغيرت تماما مع الأيام القادمة اللي رح يكون الدعم أو الحظ حليف لإلكم بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقوا إشارة أو تبدأوا تنفيذ خطة معينة بتستعيد حياتك روناقها وحيويتها وبتكون الأمور إيجابية جدا بالنسبة لإلك بكل الأصعي دي فعشان هيك لازم تستغل الفترة ما بعد منتصف الليل والأيام القادمة برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا بيظل النشاط الإجتماعي هو الطاغي بالفترة هاي والاهتمامات والمسؤوليات الإجتماعية والعائلية اللقاءات والتواصل المصالحات تراجع عن قرارات ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء من الآن لغاية منتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل طبعا راح تدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم أعصابكم أعمالكم فبتسجل هاي الفترة ركود على جميع الأصعدي لأنه القمر خلاص صار موجود بالسرطان بيت متاحبكم فعشان هيك بنصحكم بعدم المباشرة بتنفيذ أمور مهمة جدا أي اللي بتطلب تدقيق بكل شيء يعني عندك قرار بدك تتخذه لازم تراجع نفسك وتستشير وتدرس الموضوع أكثر من مرة قبل ما تتخذ القرار فيه الفترة هاي تصلح للتخلص من عاداتك القديمة أو الأشياء اللي كانت أرقيتك بالفترة الماضية ممكن تنشغل فقط بالمسائل الروتينية ولكن برضو بدك تحضر من التأخير بإنجاز كثير من الأمور برج العذرة طبعا ما زال القمر موجود في بيت السمعة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل فعشان هيك بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين الأهم من هذا كله أنه ما في داعي للمغامرة والمجازفة والتهور واتخاذ قرارات في هاي الفترة من الآن لمنتصف الليل من بعد ساعات منتصف الليل بتنشطوا بشكل قوي جدا لأنه القمر راح يصير في برج حليف لإلكم فبتنشطوا بين الأصدقاء وبتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك لحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها طبعا راح يصير فيه اهتمام بمناسبات أو دعوة يتوجه لك حفلة مناسبة رحلة طلعة مع الأصدقاء يعني فيه أجواء اجتماعية قوية جدا لازم أنك تستثمرها بأنها بتكون لصالحك برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو عنده مقابلة أو عنده سفر أو عنده تنقلات أو عنده سفريات أو عنده امتحانات كل هذولا بدهم ينتبهوا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وبدهم يستعدوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ نهائيا من ساعات ما بعد منتصف الليل بتحافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم في مجال العمل القمر راح يصير في بيت السمعة اللي ما في مجال للأخطاء بهاي الفترة فعشان هيك بدك تنظم مقتك بشكل جيد وتكون واضح في أولوياتك ما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك الفترة هاي باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات ولكن بدون تعنت بالرأي أو بدون تهور رغم أنك أنت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وذكاء حد إلا إنه بدك تحافظ على سمعتك لا تغامر لا تجازف لا تتهور وما تخال في القوانين يعني بدك تدافع عن سمعتك بشكل قوي برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن لا إلك بيت الأموال المشتركة وبدو ينتقل للبيت التاسع بعد منتصف الليل فعشان هيك بتقدروا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل تهتموا بأموركم المالية المشتركة بتقدروا تدخلوا التعديل المطلوب ترتبوا فواتيركم دفعاتكم تناقشوا بعض الأمور المالية بينك وبين الشركاء إن كانوا شركاء مال أو شركاء عاطفة أو بنك أو ضريبة أو تأمين من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا بيصلكم خبر صار من بعيد وبتتعزز لقاءاتكم واتصالاتكم مع أشخاص خارج البلاد وهي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن يكون لبعض موليد برج العقرب في هاي الفترة سفر أو يشتركوا بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون في كثير من الاتصالات خصوصا مع جانب أو خارج البلاد أو مع مؤسسات تعليمية ممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار أو تفاوض أو تعالج بعض المسائل المتنوعة في هاي الفترة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وبرضو في نفس اللحظة بتظل طاقتكم ضعيفة من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وتقلب بالمزاج وبتشعر بنوع من أنواع الضغط أو الاكتئاب أو هيك شعور بالملل من بعض الأمور من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتحسن الدرجة لأنه القمر رح ينتقل من مقابلك للبيت الثامن من البيت السابع للثامن فبصير الاهتمام بالأمور المالية ممكن تعيدوا الضبط أموركم المالية المشتركة وبرضو باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج بهاي الفترة شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بينتظرك حل منصف لا وضع مالي معين شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل اليوم رح يكون فيه اهتمام بأمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو ميرات أو أموال بتحاول تستردها أو بتحاول ترتب وضع مالي معين إلو علاقة بمستقبلك برج الجدي طبعا أنت موليد برج الجدي القمر الآن في مراحل المقابلة الآن هو في البيت السادس بينتقل للبيت السابع والبروج هاي أو البيوت هاي دائما بتكون فيها صعوبة فعشان هيك من الآن لصداعات منتصف الليل بتكونوا واصلوا ما بداتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم هاي أهم النقاط لغاية منتصف الليل من ساعات ما بعد منتصف الليل طبعا بتختلف الأمور إنكم بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركائكم سواء شركاء المال أو العاطف ولكن بتظل الفترة هاي صعبة لأن القمر مقابلكم تماما فبتثقل خلال هالهموم والمسؤوليات أهم شيء تتجنبوا ردات الفعل العنيفة فالفترة هاي سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث فبتكوا تنتبهوا من هاي الأمور ما هي ما فيه إش بخوف ولكن هي نوع من أنواع التنبيه طبعا لأن القمر لما بيكون مقابل البرج بيخليه مضطرب شوي ومرها في الحس وممكن تشعروا بالارتباك والغضب من أقل تصرر فعشان هيك لازم تشحن حالك بطاقة كبيرة لأن طاقتك أساسا هي ضعيفة وتحاول تنجز أعمالك بشكل روتين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا من الآن لغاية ساعات منتصف الليل ولكن أهم شيء ما تحاولوا أنك تفرضوا سلطتكم أو سيطرتكم على أحبائكم وما تتدخلوا كثير في شؤونهم برضو ما تراهنوا على الحضوض كثير لأنها فترة دخلوا مساء ولكن هي فترة ما زالت فيها نوع من أنواع الإيجابية لمنتصف الليل من بعد منتصف الليل بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم بتكونوا يعني عبارة عن عنصر إيجابي وحاولوا أنكم ما تتسببوا بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معكم أو اللي بمحيطكم بتستعيدوا كامل حيويتكم بمطاق العمل وإنجاز الأعمال لأنه بتكون عندكم مسؤوليات كبيرة بتدور الأحداث في هاي الفترة بسرعة ونشاط وممكن تمارس عملك بحماسة ولكن بدك تتحاذر من بعض المشاكل اللي ممكن تصير ما بينك وبين أحد المعاونين أو زملائك في مكان العمل وبرضو بدك تنتبه من بعض الإضطراب الصحي برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود وطبعا مرة عليهم أيام كانت إلها علاقة بأحداث عائلية وأمور إلها علاقة بالعيلة أو بالبيت بصحية أو اضطراب أو مشاكل أو مناسبات أحداث المهم إشي إلها علاقة بالبيت والعائلة كانت خلال يومين ونص تقريبا هذا التركيز على هاي الأمور اليوم من الآن لغاية ساعات منتصف الليل بتظل الأمور العائلية هي اللي بتشغل فكركم ولكن حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تكون طرف في أي نزاع حاول أنك أنت تربط الأمور مع بعض وتلطف الأجواء وتكون مسامح أو مصالح من ساعات ما بعد منتصف الليل الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فهونا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم وعلاقاتكم بتزيد الأمور العاطفية أكثر وأمور اللي إلها علاقة بالهوايات والمرح والترفيق وبتنحل كثير من الأمور فاليوم برضو رح تشعروا أنه رح تزداد عندكم وطيرة العمل بشكل واضح فحاولوا معالجة الأمور بروية مبتعدين عن التعقيدات ما تكبروا الأمور خلي الأمور تمشي بما جراها بتلاقي الأمور سلسة وهينة ولصالحكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة